اشتركوا في القناة معلومات مش ايجابية فيها سلبية فهذا الاشي يعني ممكن ازعج البعض عشان هيك اليوم رح نحكي عن الظهرة كوكب الحب كوكب الجمال كوكب الحظ الاصغر البعض بيسميه كوكب العاطفة التوافق الانسجام الجمال الفن المال الجاذبية وسلبياته انه بعض الغيرة وبعض العنادي طبعا هذا الكوكب هو مسيطر او هو كوكب لبرجين هم برج الثور وبرج الميزان طيب عشان بدنا ندخل في الموضوع قبل ما ندخل في الموضوع يعني اكبسوا لايك تحت حطوا لايك هيكي عن على اساس انه تحت فيها يكبسة لايك يعني عشان ما تتكهربوش كمان شوي ماشي طيب بالنسبة لكوكب الظهرة اللي رح ينتقل من برج القوس لبرج الجدي ورح انتقال ويكون الساعة عشر وثلاثة واربعين دقيقة من صباح اليوم خمس احداش رح ينكث في حركة امامية طبعا في برج الجدي حتى صباح يوم تسعتاش اتناش بعدين رح يبدأ هذا الكوكب بعملية التراجع رح يصير يرجع في نفس البرج ما رح يرجع للقوس يعني رح يظل موجود في الجدي التراجع عادة بصير له هذا الكوكب يعني تقريبا مدة شهر ونص تقريبا وبتراجع عادة من برج لبرج او في نفس البرج على حسب مكان والمرة هاي بده يتراجع هو يوم تسعتاش اتناش زي ما حكينا في ساعات الصباح بده يتراجع في نفس برج الجدي وتراجعه هذا رح يستمر لغاية تسعة وعشرين واحد يعني قرابة الشهر ونص بعدين رح يرجع للحركة الامامية في نفس البرج من يوم تسعة وعشرين واحد اللي هو زي ما حكينا بنهي فترة التراجع بظل موجود في الجدي لغاية يوم ستة ثلاثة الفين واثنين وعشرين يعني مدة طويلة ولكن مدة الشهر ونص هاي فترة التراجع هي اللي رح تكون مزعجة شوي على كثير من الاشخاص رح نحكيها بالتفصيل في وقت ما بدنا نحكي عن التراجع الآن احنا ما رح نحكي في هاي الحلقة عن التراجع بدنا نحكي عن الحركة الامامية اللي هي رح تكون من خمس احد عشر لغاية يوم تسعتاش اتناش بعدين منحكي عن فترة التراجع قبل حلقة فترة التراجع منحكي عنها ومنسجل ومنحكي شو اثاره شو الاشياء اللي ممكن تخوفنا ننتبهلها بالفترة هاي بما انه العلاقة بالجمال والتجميل والامور هاي فاول شغلة بنسقطها اللي هي الامور العاطفية والامور التجميلية ولكن الان هل هو كوكب الزهرة لما يكون في الجدي رح يكون ايجابي ولا رح يكون سلبي هو بما انه السعد الاصغر ومكانه دائما في كثير من الفلكيين بقول لك لما يكون موجود الزهرة في الجدي حضوضه بتكون قليلة ولكن هل هذا الحكي رح يكون هذا الشهر هل هذا السلبية رح يكون موجودة رح يفقد من حضوضه طبعا هذا ما بنعتمد عليه على انه في شرفه في هبوطه في وباله في هذا انا باعتمد على الزوايا الفلكية بوزع الزوايا الفلكية بقرأها بشوف بعطي سعودي بنحوسة وبعدين بقرر انا انه هو هيك ولا لا طبعا اول زاوية بدها تكون يوم ستة احداش خلينا ندخل على البرنامج على اساس زي كل مرة هيك نحرك للكل يكون عارف ايش اللي بصير بالضبط منيجي منقول اول اشي تعال لهون هيك ايوه شطور بعدين منيجي هنا منقول اول اشي بدنا نيجي على خمسة احداش اللي هو يوم الانتقال هاي يوم خمسة احداش يوم الانتقال طيب اي خمسة احداش بكون هو طبعا اه انتقل لانه هايه في درجة صفر وثمنتاش يعني بلش دخوله في اه برج الجدي في زاوية احنا ذكرناها في اه حلقة عطارد انه في زاوية التزديس رح تتشكل ما بين الزهرة وما بين عطارد هيها هي موجودة ولكن هي منفصلة لانه هو اساسا يوم ستة شوفوا اللون اختلف صار اغمق هو بتتشكل هاي زاوية بتصير بقوتها فعشان هيك اول زاوية رح تتشكل معنا يوم ستة احداش هي اه زاوية تزديس ايجابية رح تكون اه مع الزهرة يوم تسعة عشر في زاوية تثليث اه من مشي يوم تسعة عشر عشان نشوف تثليث مع مين هاي ايجت عنا هنا في عنا زاوية تثليث رح تكون ما بين الزهرة وما بين اورانوس اه التثليث زاوية قوية ما رح تكون ممتازة جدا برضو هاي زاوية ايجابية كمان رغم انه اورانوس بتتراجع الا انه الزاوية الايجابية هاي رح تعطي نوع من انواع الحضوض القوية بالنسبة للزهرة طيب في عنا عنا يوم ثلاثين احداش اه بنمشي هاي ثلاثين احداش يعني حتى واحنا ماشيين اطلعوا يعني هاي وصلت انا تسعة وعشرين او ثمانية وعشرين نشوف الزهرة ظلت مشكلة فمنلاقي انه الزاوية التثليث مع القمر موجودة طيب مع اورانوس الزاوية مش انفصلت يعني ما ظل في زوايا ولكن في زوايا التثليث ما بينه بين القمر وفي زوايا مع نبتون بلشت تتشكل يوم ثلاثين منلاقي انه يوم هاي يوم ثلاثين الزاوية تشكلت بقوة صارت اللي هي التسديس ما بين الزهرة وما بين نبتون بتعطي حضوض برضو قوية بالنسبة لالوه بشكل كبير طيب يوم احداش اطناعش نمشي الى احداش اطناعش يعني اقتربنا على عملية اللي هي عملية انه بده يبدأ بعملية التراجع ولكن في زاوية اقتران رح تصير ما بين الزهرة هاي هذا اعطى الضوء الازرق هال انه هاي زاوية الاقتران ما بين الزهرة وما بين بلوتو اه طبعا هاي الزاوية ما رح تكون ايجابية يعني هي ممتزجة ولكن انا بعطيها نوع من انواع السلبية البسيطة يعني فيها نوع من انواع التاثيرات السلبية وخصوصا انه هو بدأ تاثيرات بهذا الوقت اللي هي تاثيرات عملية التراجع يعني بلش يبطأ بالسرعة تبعته فعشان هيك بفقد من الحظوظ بشكل كبير يعني لو اجينا على الزهرة هايها موجودة هون سرعة نزلت تقريبا ناقص اثنين وعشرين في المية طيب خلينا نشوف اذا في كمان زوايا ثانية موجودة طبعا اه بعدها ما في اي زوايا ليش لانه هو رح يبدأ عملية التراجع زي ما حكينا اللي هو يوم تسعة عشر اتناعش اه ورح يستمر في فترة التراجع هاي زي ما ذكرنا اه ببداية الحلقة انه حركة التراجع هاي رح تستمر لغاية تسعة وعشرين واحد طيب بالنسبة لعملية التراجع هاي عادة اه بتاخذ مدة طويلة بالنسبة لا اه يعني لا تأثيراتها لانه ببدأ بعملية البطوء خلينا نرجع للشاشة اه برجع يعني باخذ اه فترة اطول بعملية البطوء تبعته فعشان هيك هاي التأثيرات اه يعني شوي اه منقدر نحكي انها بتبلش من اسبوعين يعني من اسبوعين من تاريخ البداية التأثيرات التراجع اللي هو يعني من خمسة اطناعش ببدأ التأثيرات السلبية او حظوظ الزهرة بتبلش تنزل فيها رغم انها سعيدة يعني انا حسب اللي احنا شفنا من الزوايا الفلكية انه اغلبها هي زوايا ايجابية في الشي اخر زاوية اللي هي يوم 11 اطناعش زي ما حكينا اللي هي زاوية الاقتران مع بلوتو وبتصادف انه هي قبلها بقى كم من يوم بتبلش التأثيرات السلبية لعمليات التراجع تأثيراتها السلبية هاي بتبلش تعطيها على الابراج ولكن هي اغلب الوقت رح تكون سعيدة في وجودها ولكن بتبدأ من عملية الحذر او عملية الحذر بتبدأ هي من يوم خمسة اطناعش من تاريخ الانتقال يعني من يوم خمسة احدعش لا يوم خمسة اطناعش الشهر هاته اللي عنده بده عملية تجميل او عقد زواج او زواج او ارتباط او امور تجميلية بكل انواعها فهاي فترة ممتازة جدا الكل بدي يستفيد منها وبتأثر بأثر ايجابي على الجميع عشان هيك هاي فترات زي ما حكينا فترات ايجابية بتدعمكوا بشكل قوي استغلوها يعني اللي بدي يعمل تجميل اللي بدها تعمل تجميل بدها تعمل اشي علاقة بالشعر علاقة بثياب جديدة بفرح بمناسبة بايشي الفترات اللي هي حكينا عنها فترة الانتقال الاولى ممتازة جدا مدة شهر كامل لغاية خمسة اه اه الشهر يعني نقدر نحكي لخمسة اطناعش ممتازة جدا ماشي طيب هسا طيب الاثار لما بنتقل هو بصير موجود في برج الجدي بيستفيدوا موليد برج الجدي موليد الابراج الترابية الاخرى زي التور اه العذراء اه مع الجدي ممتازة جدا برضو السرطان العقرب الحوت برضو بيستفيدوا بشكل ممتاز جدا وكل شخص تواجد عنده لحظة ولاته الزهرة في برج الجدي في بعض الفلكيين زي ما حكينا بيقولوا انه لما بنتقل للجدي بصير ما فيش متنفس او مش قوي بعطيش هالحضوض القوية لهم اه بكون ضعيف بحضوضه لكن انا على حسب الزوايا اللي انعطات انا بشوف نسبة السعادة بتطلع بنسبة عالية جدا يعني بتصل نسبة السعادة لا انها تصل فوق الخمسين في المية فعشان هيك منقول انه الامور ممتازة جدا للزهرة طيب خلينا ندخل عن شوف اول اشي شو التأثيرات اللي رح تصير على الابراج بعدين بعد ما خلص تأثيرات على جميع الابراج رح نذكر اللي هي الزوايا الفلكية ومعانيها ما يعني انا نسيتها ولكن انه ما رح احكيها هسه 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 نحكي تأثيرات على الابراج طبعا البرج والطالع وبعدين رح نحكي تأثيراتها على الزوايا اول اشي رح نبدأ نبدأ مع برج الحمل برج الحمل اه طبعا بالنسبة لالو لانه هو بالبيت العاشر لالو فبرج الحمل واللي طالعهم حمل بتتركز استفادتهم في تدعيم مراكزهم الاجتماعية بتدفع بمصالحهم في مجال العمل بعمل جديد اه بتوطيد العلاقة بمسؤولين او ناس من علية القوم اه ممكن دعمة واسطة شغلة زي هيك هاي الفترة ممتازة برضو بدعموا من سمعتهم بالفترة هاي بشكل كبير او بقدروا يدافعوا عن سمعتهم وهذه النتائج بتكون لصالحهم بالنسبة لموليد برج الثور واللي طالعهم ثور طبعا هذولا بيتهم التاسع فهذولا بيستفيدوا في مجال الدراسة الجامعية اه الاكاديمية الدورات المواضيع القضائية السفر البعيد الهجرة عمليات الاستراد والتصدير العلاقة مع الاجانب اهاي برضو فترة بتكون بالنسبة لالهم ممتازة وبتعزز كثير من المواقف لالهم وفي منهم ممكن يبدأوا علاقة عاطفية مع اجانب او اشخاص خارج البلد بالنسبة لموليد برج الجوزاء واللي طالعهم جوزاء وهو انا بتتركز على امور الها علاقة اه يعني بامور البيت الثامن فرصة لمكسب بيجي من تركة من ميراث تعويض اموال لالهم بيستردوها اه شراكة معينة اه ممكن امور الها علاقة بضريبة بتأمين باميراث يعني الاشياء هاي كلها بتفتح لهم مجالات قوية في هذا المجال وبيستفيدوا منها ماليا ممكن مواضيع قديمة تنفتح وتعزز مقاطلة لهم بقوة بالنسبة لموليد برج السرطان واللي طالعهم سرطان طبعا بما انه مقابلهم تماما وهذا يعتبر بيت الشراكة لهم فبيعززوا شراكاتهم في مجال العاطفة ومجال الشراكة المالية وبرضو ممكن يتمهم خطبة او زفاف برضو مناسبة لامور الها علاقة بالعمل مفرصة للارتباط والزواج بتصير كبيرة بالنسبة لموليد برج السرطان بالنسبة لموليد برج الاسد بما انه هذا البيت السادس لهم فبيعززوا العلاقة مع زملائهم في العمل وبرضو بتفتح مجالات للاشخاص انه يبحثوا عن عمل جديد او توظيف بعمل جديد ولكن بدهم يحذروا من شيء انه هو البيت السادس وبما انه الزهرة معناته في قابلية لزيادة الوزن بالفترة هاي بدهم ينتبهوا وخصوصا اللي زي حالاتي هيقي بدهم يحافظوا على وزنهم بدهم ينتبهوا من الامور اللي لها علاقة بزيادة الوزن والاكل الجديد ورغبتهم بالطعام اما بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء هدولا بيتهم الخامس الو علاقة بالحظ العاطفي للمالي فترة ممتازة جدا حتى على امور التجميل لهم ممكن يعملوا تجميل او يهتموا بالجماليات بخطبة بفرحة برضو ممتازة للنساء اللي لهم رغبة مثلا بالحمل الفترة هاي ممتازة جدا ومساعدة يعني اللي عندهم مشاكل في الحمل الفترة هاي لو اخذوا علاجات او راجعوا الاطباء وبدأوا ببرنامج اللي علاقة بالحمل الفترة هاي بتكون ممتازة برضو لهم بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان هذا البيت الرابع لهم بيستفيدوا في مجالات الها علاقة بالعقارات الها علاقة بالسكن الها علاقة بالعائلة توطيد علاقة مصالحة عائلية مناسبة عائلية فرحة عائلية مثلا قفل جديد بيجي على العيلة يعني كل شيء له علاقة بالبيت والعائلة ممتاز برضو بيكون لصالحهم وبفتح لهم مجالات الها علاقة لخصوصا اللي بدون يشتغلوا في مجال العقارات برضو جيدة بالنسبة لموليد برج العقرب واللي طالعهم عقرب طبعا هنا هذا للبيت الثالث بيستفيدوا الطلاب اللي في مجال الابتدائي والثنوي هذولا بيستفيدوا في دراستهم بعلاماتهم بحققوا نجاحات عالية جدا علامات ممتازة بتكون لإلهم بس انه مش يعتمدوا على الحضوض بشكل كامل لابدهم يدرسوا ويستعدوا برضو وجيدة للأشخاص اللي بيرغبوا مثلا بالسفر بالتنقلات بالاتصالات بالإقناع بالفترة هاي التسويق اللي بيشتغلوا في التجارة المحلية برضو بيقدروا يسوقوا ممكن يستفيدوا في هاي الأمور اللي بدوا يشتغلوا مثلا فيه أشخاص من برج العقرب ممكن يشتروا سيارة أو يستبدلوا سيارة أو يعززوا علاقتهم برضو مع الإخوة والجيران بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس طبعا هنا بيت المال فهنا بتفتح لهم مجالات إلها علاقة بفرص المكاسب المالية أغلبها بتيجي من عمل إضافي ولكن فيه أشخاص منهم ممكن يستردوا أموال لإلهم أو يكون مثلا عليهم ديون معينة وإلهم فترة مش عارفين يسددوها أو مش عارفين يحلوا القضية اللي إلها علاقة بالمال الفترة هاي بإمكانهم إنهم يبادروا في هذا الموضوع ممكن يحلوها وممكن ينهو موضوع العلاقة بقرض أو دين أو أمور مالية الأهم إنه بالفترة هاي برضو شوي بتعطيهم دافع لصرف الفلوس لمشتريات أو أشياء زي هيك بدهم ينتبهوا من المصاريب بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هم أكثر المستفيدين عاطفيا وماليا وفنيا بما إنه عندهم رح يعزز هذا القوة بشكل كبير رح يضفي عليهم نوع من أنواع الجمال الخاص في منهم ممكن يرتبطوا بالفترة هاي أو يبدأوا علاقة عاطفية تثمر بالمستقبل بأمور إلها علاقة بالارتباط في منهم ممكن يعني عملية تجميل زي ما حكينا ومور إلها علاقة بالمكاسب المالية بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا يعتبر بيت المتاعب ولكن بالمقابل هو مش بيت متاعب لحاله هو بيت المؤسسات الكبيرة هاي بتفتح مجالات لموليد برج الدلو اللي طالعهم دلو للعمل من ضمن مؤسسات كبيرة أو شركات كبيرة في ناس ممكن يتوظفوا بمستشفيات أو سجون أو شركات دولية مثلا وبرضو في أشخاص منهم ممكن يبدأوا علاقة غرامية بالخفاء أو من وراء الكواليس يعني هاي بس عشان النسوان تدير بالها على جزانها خصوصا لذا كانوا من موليد برج الدلو بالنسبة إلى موليد برج الحوت واللي طالعهم حوت هذولا بينشطوا اجتماعيا وبيتعرفوا على أصدقاء جدد في أشخاص منهم ممكن ينضموا لعضوية لنادي لجمعية ممكن مناسبات كثيرة أو احتفالات أو يرجع أصدقاء قدامى يرجعوا يظهروا على الساحة بالفترة وهذا شيء رح يكون ممتاز وممكن يعززوا علاقاتهم أو أصدقاءهم مثلا هذولا يدعموهم بشكل كبير في مسألة معينة زي واسطة أو يعملوا عنهم شيء أو يخدموهم بشيء معين طيب بما أنهينا تأثيراتها على جميع الأبراج خلينا نرجع نحكي عن الزوايا الفلكية حكينا أنه يوم 6-11 في زاوية تزديس بين الزهرة وبين عطارد وهذه الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية تأثيراتها طبعا بتكون قبل بأربع أيام أو خمس أيام وبعدها بخمس أيام فاللي بيشتغلوا في المجال الفني أو في مجال أدبي الفترة هاي بينشطوا فيها وبتكون لصالحهم بالنسبة للزاوية اللي رح تصير يوم 19-11 وهاي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي بتهيئ الفرصة لعلاقات غرامية بصورة مفاجئة فممكن تبدأ علاقة غرامية بشكل مفاجئ وخصوصا لموليد الجدي موليد برج الثور هم اللي ممكن تكون عندهم هاي الفرصة وبرضو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التفاؤل الكبير بهاي الفترة وبتكون الشعبية بتصاعد عالي طبعا تأثيراتها لجميع الأبراج أما بالنسبة ليوم 30-11 هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون يعني بين الجمال وبين الحب وبين الغراميات فهاي الكوكبين ممتزات جدا بهاي الزاوية فبتعطي نوع من أنواع الجاذبية والقبول وبتجذب إلينا الآخرين تأثيراتها زي ما حكينا كل الزوايا قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام من هاي الزاوية يعني من هذا التاريخ أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي الخطيرة اللي أنا حكيت عنها من البداية وبتبلش تأثيراتها مع تأثيرات بداية التراجع هي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين الزهرة وبين بلوتو فهاي شوي فيها نوع من أنواع العنف بتدفع بعض الأشخاص للعنف وبتجعلهم مزاجيين وعدوانيين وعصبيين المزاج وممكن تنتهي علاقات العاطفية الضعيفة تنتهي بشكل سريع وممكن تسبب نوع من أنواع الخلافات في حياتك أو في علاقاتنا العاطفية فعشان هيك في هاي الفترة اللي هي حكينا من بداية تأثيرات التراجع بدكوا تنتبهوا من هاي النقطة يعني أهم التأثيرات السلبية بتتصير قبل بأسبوعين يعني من يوم تراجع يوم 19-12 فالتأثيرات بتبلش من يوم 5-12 وهاي الزاوية حكينا في 11-12 معناته بتترافق الزاوية مع تأثيرات الانتقال فبتكون تنتبهوا من حدية المزاج وخصوصا على مستوى الأمور العاطفية لأنه ممكن تحدد الأمور تكبر في هاي الفترات من 5-12 لغاية 19-12 بدكوا تمسكوا أعصابكم يعني تحكوا بطريقة تمتصوا فيها الغضب ما تكبروا المشاكل ما تصعدوها وتكونوا حذرين لو صارت مشكلة تعرفوا كيف تتعاملوا معها طبعا هيك منكون انتهينا من حلقتنا لتأثيرات الزهرة وانتقالها للجدي بتمنى اني اكون انا شملت كل شيء وعطيت المعلومات الكاملة عن كل شيء والكل استفاد فيها طبعا إذا عندكوا اقتراح أو عندكوا أي معلومة حابين انكوا تضيفوها أو برضو حابين نعدل شفتوا انه أنا بسترسل كثير بالحكي بدكوا أختصر أنا بإمكاني ألغي يعني الزاوية والتأثيرات والأمور هاي بس أنا حبيت أفيدكم لأنه الزاوية إلها تأثيرات الواحد بحسب للفترة القادمة بيعرف يتحكم فيها وخصوصا لما تكون رزنام موجودة بين إيديه بيعرف شو اللي يستغله وإيش اللي يحذر منه طبعا ما تنسوا انكوا اللايك والكومنت والشير والتعليقات في هاي الحلقة هيك منكون انتهينا من حلقتنا ومن توقعاتنا لانتقال الزهرة والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر